موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم في زمن كثرت فيه الفتن واشتدت المحن وتكالبت صروف الدهر ونائبه على أمة الإسلام وماجت عهود الناس ومواثيقهم واستشهرت جهل بالدين وتميعت عقيدة المسلمين تبرز أهمية حركة تصحيح المسار المتمثلة في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وإصلاح أوضاع الناس بالحكمة وهو ما يعزز فضل الدعوة إلى الله وفضل أصحابها من العلماء والدعاة والمخلصين ويكفي في بيان فضل العلماء والدعاة والمخلصين وحاجة الناس إليهم ما وصفهم به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الروس لبقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضل تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ولكن ذلك الفضل لا يكتمل حتى يكون الدعاة على علم بالأسس الصحيحة التي يبنون عليها دعوتهم والمعالم المنهجية المترابطة التي ينبغي عليهم أن يلتزموا بها النابعة من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين في هذه الحلقة نلقي الضوء على منهجية الدعوة إلى الله عز وجل ويسعيدنا ويشرفنا يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور طارق السودان الداعية الإسلامي أهلا بفضلتكم دكتور طارق وجمعة مباركة حياك الله يا أخي وشكرا أخي مجاهد وشكرا للجزيرة على هذه الدعوة الكريمة وفرصة جيدة أن نتواصل معكم ونحييكم من إسطنبول أنا حاليا في إسطنبول فمرحبا بكم من أمور إسطنبوليا دكتور وربما نبدأ بالتعزية ليس فقط أهل تركيا لكن جميع المسلمين على موت فضيلة العلامة والشيخ الداعية الفاضل الشيخ محمود أفندي الذي كان له كبير الأثر ليس في تركيا وحدها لكن أيضا خارجه رحمة الله عليه وانا اليوم كنت تابع صلاة الجمعة والصلاة عليه يعني أعداد لا تتخيلوها في الفاتح وما حولها يعني بالملايين صحيح فهذا يعني كما يقول العلماء بيننا وبينهم الجنائز الجنائز هي التي تبين مكانة الإنسان وفضل الإنسان وهذا الرجل يعني سبقنا إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك دكتور طارق دكتور طارق نحن نتحدث عن الدعوة لله نتحدث عن منهجية هذه الدعوة والحديث الآن في ظل التقدم والتكنولوجي الموجود حاليا هل ما زالت الخطب والمحاضرات لها أثر كبير على الناس أم أن هناك ضعف أصبح موجود بها يعني سؤالك مهم بارك الله فيك الكثير من الناس لا يعلم هذه الإحصائية أن تم إحصاء عدد خطب الجمعة التي تقدم كل أسبوع في العالم الإسلامي فوجدوها بأقل تقدير فوق المليون خطبة كل أسبوع هذا بالقليل يعني مليون خطبة جمعة إسبوعية والأثر جدا جدا محدود اليوم نجد الإعلام الغربي ونجد السوشال ميديا ونجد المثلية وحاشاكم وغيرها تغير في الناس ونحن مليون خطيب وكل جمعة والناس تجلس وساكت أمامه والتغيير جدا محدود بعدين يعني أنا أتابع خطب الجمعة طبعا بحكم أننا ملزمين بذلك وأتابع يعني أشوف الناس وهي تنظر إلى الخطيب نادر جدا تجد واحد رافع رأسه كلهم نزلين رأسهم يعني لا قادر يشدهم ولا قادر يوصل لهم معنا لكن الأسوأ من هذا هو ما تفضلت به وهو أنه ماذا يغير فيهم ماذا يؤثر فيهم ولذلك الحقيقة للأسف أستطيع أقول وبلا تردد أن الخطابة وكثير من محاضرات الدعوة إن لم يكن أثرها بسيط فأثرها لا يتجاوز يومين ثلاث أيام وينتهي الأثر والسبب الحقيقي لهذا في ظني هو أن الدعاة نفسهم والخطباء نفسهم لا يعرفوا منهجية تغيير الناس الهدف الرئيسي من كل الدعوة نحن نتكلم عن الدعوة ما هو الهدف من الدعوة؟ الدعوة وسيلة الدعوة ليست غاية الدعوة وسيلة إلى ماذا؟ الدعوة وسيلة إلى تغيير الإنسان بدون هذا ما تكون الدعوة حققت هدفها فلما خطيب يقف على المنبر محضر أي كلام أو حتى موضوع يعتقد هو أنه مهم لكن ليس له علاقة بمنهجية تغيير الناس وهي لها عناصر محددة خمس عناصر لتغيير الناس هذا الخطاب وهذه حتى المحاضرات يعني الحركة هذه الجميلة التي على المنبر ليس لها أثر لأنها لم تحقق الهدف مرة ثانية إحنا للأسف أمة ركزت على الوسائل ونست الأهداف نريد لازم نخطب الجمعة لازم نعمل دعوة إلى الله طيب إذا خطبنا جمعة وعملنا دعوة ولم نغير في الإنسان يعني هذه وسائل فهنا الحقيقة أنا أعتقد أن الموضوع الذي تطرح حاضرتك موضوع جدا مهم لأن أنا أتمنى كل خطيب وكل داعية وكل عالم يقف على منبر ولا يدرس في جامعة ولا غيرها أن يفهم ما المطلب منهم ما هو الهدف الهدف هو تغيير الإنسان وعندما يفهم المنهجية كيف نغير الإنسان عندها يستطيع أن يشكل خطبتها أو محاضرة بحيث تحقق أهداف وليس فقط أني أنا أديت اللي علي وتكلمت تكلمنا لكن لم نغير في الإنسان هذا الأثر ليس له خيم دكتور يعني ربما يجد الداعية وفق ما يقرأه أو يتابعه أن هناك احتياجات للجمهور وقد تكون هذه الاحتياجات بالفعل حقيقية تتعلق بالجمهور الذي يسمعه وربما يكون بعيدة عن احتياجات الجمهور وأن يكون الجمهور محتاج إلى كلام آخر واسلوب آخر أو طريقة أخرى كيف يمكن للداعية أن يتعرف على احتياجات أن يحدث الجمهور ولا ثم يتعرف على احتياجاتهم لما درسنا أنا درست الفنون الخطابة والإلقاء في أمريكا درستها لفترة طويلة يعني علمونا شيء أن الأهداف نوعين في أهداف نسميها أهداف عامة وهي ماذا يريد الجمهور ما هي احتياجات الجمهور ماذا يريد الجمهور وفي أهداف خاصة وهي ماذا أريد أنا من هذا الجمهور الخطيب الفعال هو الذي يراعي الأمرين وإذا تساءلنا أيهما أهم فالحقيقة وبلا نزاع أن الأهداف الخاصة أهم ليش لأن الجمهور قد يكون عنده مثلا يعني في الساحة في جدال حول قضية أثارها واحد من المفتين ولا كذا فيأتي الجمهور يريد الجواب عليها هي كلها الموضوع غير مهم وهذا جاب لنا من غرائب الفتاوى وشغل الناس بها فيأتي الجمهور يريد إجابة عليها هذه صحيح هي احتياجات الجمهور لكن ليس لها قيمة وقيس عليها الشيء الكثير قد يسأل للسائل أو يريد أن يعرف حكم فتوى صغيرة هذا يعني جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن حكم قتل البعوضة في الحرم للمحرم وكان هذا الرجل عرفه الإمهة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه من الذين شاركوا في قتل الحسين عليه السلام فقال تسأل عن قتل بعوضة ولا تسأل عن قتل الحسين فهو صحيح هذا اهتمامه وهذه حاجته لكن إحنا إذا كنا منهجيين في الدعوة إحنا لنوجه الناس الناس لا توجهنا إحنا نقود ولا نتبع هذا هكذا نقود فعلا إذا كنا دعاة فعالين هي الدعوة ليست أني فقط الناس سألت سؤال جاوب والناس جاية لأجل يعني موضوع هامشي أتابعهم لا يعني قد نفعل هذا من باب من باب شد الانتباه من باب أني أستجلب أنهم يسمعوني لكن إذا أنا ما عندي خطة لتغييرهم وأعرف هذه الخطة أهدافها ومنهجيتها الحقيقة كل تأثيراتي ضعيفة جدا يا سيدي العالم الإسلامي دعك عنه العالم العربي فقط سنويا عدد خريجي الشريعة خمسين ألف خريج سنويا في العالم العربي أين أثرهم خمسين ألف أين أثرهم فهذا الذي نتكلم عنه يعلموهم بعض القواعد الشرعية وبعض الأصول وبعض كذا لكن لا يعلموهم أن دورهم أن يغيروا الناس ولا يعلموهم كيف يغيروا الناس وأعتقد أن لو يعني ركزنا على هذه المسألة وإن شاء الله يسمعنا بعض الخطباء بعض الدعاة وينتشر هذا الأمر عندها سنكون إن شاء الله ساهمنا في تطوير أمتنا قبل الولوج إلى هتين النقطين الهمتين يعني هناك ظاهرة في الفترة الأخيرة يعني تجلت في أن كثير أو بعض حتى نكون محددين يعني بعض العلماء أو بعض الدعاة يتعاملون أو يعني يظهرون لنسمع الترند أو ما يظهر ترند معين يدخل على هذا الخط من باب الدعوة الله عز وجل ويتحدث فيه وربما يكون الحديث الذي يقول قد يتسبب في مشكلة كبيرة يهاجم الإسلام من قبله أو العلماء من قبله يا سيدي يعني مرة واحد يسألني عن عن الترند ولماذا أنا لا أشارك فيها ولماذا قلت يا سيدي أنا داعية إلى الله عز وجل ما عندي هدف عدد المتابعين هذا ليس هدفي الركوب على الترند هذا الذي هدف أن يزيد عدد المتابعين ما قيمة أن يتابعني مئة مليون ولا أؤثر فيهم فأقلت لا هذا عمل للفنانين أن يحاول أن يزيد عدد الجماهير المعجبة به الدعاة يجب أن يخلصوا إلى الله عز وجل ويخلصوا في تعلم أن دورهم يغير الناس ليس دورنا أن يعجب بنا الناس ليس دورنا أن نركب موجات الناس هذا ليس دورنا فهذا العمل يجب أن يكون منهجي وخالص وهو من أعظم الأعمال أننا نساهم في توجيه الناس نحو الله عز وجل هذا أعظم الأعمال فإذا المهندس يقوم عمل بإتقان والطبيب يقوم بعمل بإتقان ونحن نركب ترند عندها نكون يعني نكون من أهل الدنيا ما نكون من أهل الآخرة برك الله فيك دكتور طارق وإن كان يعني قد يجد البعض أن هذه القضايا المصارى قد تحتاج إلى رأي الدين فيها وهو عندما يخرج على اليوتيوب على قناته يعني يحاول أن يوجه الناس في الجهة الصحيحة هذا هذا يكون رأيه فضيل الدكتور ما عندي مانع أن يعني أن إذا كانت القضية مثارة هي ضمن الخمس أمور التي نريد أن نغير فيها الناس عندها أنا سأتكلم في هذا ولا أرد ولا أوضح لأنها تساهم في تغيير الناس لكن عندما تكون القضية المثارة ليس لها علاقة بمنهجية الدعوة إلى الله ومنهجية تغيير الناس والمسألة يعني قضية هامشية يعني العفو يا أثنى يعني لما يطلع لعالم بفتوى شادة ويتكلم عن رضاع الكبير يعني سنشغل الناس بهذه المسألة وسنتابعها في بعض العلماء وحضر بعض المفتين أنا أسميهم تخصصوا في الغرائب تخصص في الغرائب والناس على فكرة الناس والإعلام يحبون الإثارة والغرائب هذه فيها إثارة أنا لا أريد أن أكون من أهل الإثارة أنا أريد أن أكون من أهل التغيير أنا على فكرة يعني نحن نخطط ويعني ندرس التخطيط فلو أردت أني أتابع هذه المسائل قضية جدا بسيطة سؤال لك وللجمهور أيهما أهم أن أغير سلوك إنسان أم أغير قناعات إنسان لو غيرت السلوك سيتغير فقط هذا السلوك ويتغير جزئيا لكن عندما أغير القناعات سأغير كل ما وراءها النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ماذا يفعل كلها 13 سنة ما هي هي عقيدة وأخلاق ما في تشريع حتى حتى تشريع ما في التشريع الوحيد الذي نزل في مكة هو فرض الصلاة بس كل شيء بعدين من السلوك والتطبيق والعمل وحتى إقامة دولة بكل قوانين كل يتبع تشكيل القناعات هؤلاء الذين تسأل عنهم لا يشكل لا قناعات ولا يغير سلوك رئيسي قاعد يتبع يعني ما يطلبه المستمعون هذه منهجية خطأ إحنا كدعاة ويعني مفكرين ومصلحين يجب أن نمسك أيدي الناس لا تدخلوا في هذه المسألة لا تتابعوها فلما يأتي الداعية والعالم يركب هذه الموجة هو قاعد يشجع مثل هذا الاتجاه إحنا دورنا نحجم نحجم لجامهم هؤلاء نوقفهم نقول لها بدل ما تلتفت لهذه القضية الهامشية جدا ركز على قضاياك الكبرى أم تخلفت أربعمائة سنة وناس انحرفوا في حتى عقائدهم وإحنا قاعدين مشغولين بهوامش الأمور فعندي هدف إن شاء الله أنه من خلال هذه الجلسة المباركة معك ومع جمهورك الكريم أن نتعلم مع بعض المنهجية وليس متابعة ما يحتاجه الناس في الثانية كلامك فضل دكتور تحدثت عن القناعة أكثر من مرة هل نعتبر أن تغيير القناعات هي عنصر أساسي ورئيسي ولا بد أن يستهدفوا الداعية الله عز وجل خليني ألخص المنهجية في تغيير الإنسان سواء غيرت الإنسان بالخطابة والدعوة أو غيرت الإنسان كما يفعل معظم الناس في البيوت الأم تربي ولدها ليش عشان تغيرها نحو الأحسن والتغيير الذي يحدث في المدارس والجامعات والمراكز التربوية وغيرها كلها في النهاية كلها تهدف إلى تغيير الإنسان نحو الأفضل كيف نغير الإنسان نحو الأفضل عندما نغير في الإنسان خمسة أمور خمسة إذا تغيرت كلها تغير الإنسان بالكامل وإذا تغير بعضها يتغير جزئيا ما هي هذه الخمس الخمس أولها وأكبرها وأهمها هي القناعات تغيير القناعات وفيه عناصر تفصيلية ممكن نفصل فيها إذا حبيت بعدين تغيير الإهتمامات ماذا يشغل باله وفيها أيضا تفصيل وتغيير المهارات ماذا يحسن وماذا يتقن وأيضا فيها تفصيل وتغيير العلاقات كيف يختار علاقاته وكيف يوجهها وأيضا فيها تفصيل وتغيير القدوات الأم والخطيب والداعية والعالم والمربي الذي يغير الإنسان في كل هذه الخمس هو الذي مارس عمله فعلا أما الذي لا ينشغل بهذه الأمور فمشغول بماذا؟ أم مشغولة بدراسة ولدها وبنظافتها وبواجباتها هذه ما قاعدة تربي هذه قاعدة ترعى وكذلك الخطيب الذي لا يمارس هذه الخمس ماذا قاعد يعمل قاعد يشغل وقت فراغ إن شاء الله بشيء مفيد بس ما تغير فيهم شيء ولذلك ما قاعد يحدث منهجية رئيسية إذن هذه الخمس هي التي تغير الإنسان بالكامل وهذه هي هدف الدعوة وهدف الإسلام وهدف المربين وهدف العلماء دكتور على أي أساس حضرك قدت أن هذه الخمسة هم الأسس المنهجية للتغيير ولماذا جعلت القناعات هي البداية والأكثر أهمية تمام شيء جميل سؤال جميل طبعا هذه الخمسة ليست من عندي هذه أبحاث علمية كبيرة خليني أبسطها أي إنسان عنده سلوك ما هو السلوك هو الأقوال والأفعال نعم بدون ما ندخل في أكاديميات ما هو سلوك الإنسان أقواله وأفعاله أنا لا أستطيع أن أعرف سلوكك إذا لم تتكلم ولم تفعل شيئا فيتبين سلوك الإنسان من الأقوال والأفعال إذا بعض السلوك فيه خلل خطأ يجب أن نعدله لكن كثير من المربين حتى الأمهات والآباء لأنهم ما يعرفوا هذه المعادلة ماذا يفعلوا يركزوا على تغيير السلوك أنا أحب أضرب مثل يأتي مثلا ابن في الأول ابتداء لأمة ويقول لها ماما أنا لا أريد أن نذهب للمدرسة وتأتي بنت أيضا في الأول ابتداء لأمها وتقول ماما أنا لا أريد أن نذهب للمدرسة هو نفس السلوك الآن كثير من الآباء والأمهات يستعملوا الترغيب والترهيب لا 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 إذا رحت المدرسة سأعطيك كذا لا 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 إذا ما رحت المدرسة سأعقبك بكذا هذه المنهجية التي يستعملها معظم الناس وعلى فكرة الدعاة والخطباء أيضا يستعمل لنفس المنهجية الإنسان لما يمارس سلوك غطأ يقول لكم آية وكم حديث عشان يحاول يمنع من هذا السلوك الخطأ بس ما دخل فيه في فهم كيف يتغير الإنسان خلينا نفكر الآن المسألة جدا جدا بسيطة لو الأم هذه وهذه سألت سؤال بسيط جدا أتمنى يستعمل لك كل المربين وكل الدعاة ليش؟ لماذا؟ بس؟ بس لماذا؟ بالإنجليزي سنقول نسأل واي واي واي؟ فواي؟ لماذا؟ فيقول لي الولد أنا لا أريد أن أذهب للمدرسة لأني غبي لا أصلح للمدرسة والبنت تقول أنا لا أريد أن أذهب للمدرسة لأن كل البنات ما يحبوني فما أريد أن أذهب للمدرسة لاحظ الآن ماذا حدث؟ هو نفس السلوك لكن في وراء ما نسميه مشاعر في مشاعر هي التي أدت لهذا السلوك وهنا بدأنا نفهم أن نحتاج أن نغير هذه المشاعر أختم هذا الجزء بمسألة بسيطة جدا وهو أن كل سلوك وراء مشاعر حفظوها وكل مشاعر وراءها أفكار فكيف نعرفها؟ نعرفها بسؤال لماذا أيضا مرة ثانية واي؟ فيا ابني لماذا تشعر أنك غبي؟ فيقول والله أستاذ الرياضيات قال عني غبي وأستاذ الرياضيات ما يخطئ هكذا فهم يا بنتي ليش تظني أن البنات ما يحبوك فلانا عزمتهم كلهم ولم تعزمني فمعناها كلهم ما يحبوني لاحظوا ماذا حدث سلوك واحد وراء مساعر مختلفة وراء أفكار مختلفة الأفكار هي جزء من القناعات فإذا أردت فعلا أن أغير ليس فقط هذا الحالة وإنما أغير كل ما مثلها ويشابهها أشارك في تغيير الأفكار لا تركزوا على تغيير السلوك حتى الدعاة حتى العلماء حتى الخطباء أنا أحصيتها 90% وأكثر من المحاضرات والدروس والخطابة وبرامج التلفزيون الدينية كلها تتحدث عن سلوك لا يتحدثوا لا عن مشاعر ولا عن فكر وقناعات وهذا جزء من عملية تغيير الإنسان بارك الله فيك دكتور طارق وجدت في سنة كلامك أنه بالمثال لحدك طرحت أنه لابد للأبي والأم وأيضا الداعية وأيضا العالم وأيضا المربي أن يكون قريبا من مريده قريبا من أدنائه وأنه يكون هناك حالة حوار موجودة حالة أمان حتى يستطيع الولد أو المدعو أن يتحدث بأريحية مع من يدعوه أو مع أبيه أو مع أمه أليس كذلك فضل الدكتور لازم نفهمهم عشان نغيرهم الخطيب والداعية والأم والأب اللي ما هو فاهم هذا الإنسان الأمام ما هي دوافعه هذا كلمة الدوافع كلمة رئيسية جدا في عملية التحفيز يعني ما في على فكرة ما في تحفيز بدون تحريك دوافع ما في فبالتالي إذا أنا لم أفهم الدوافع كيف سأغيره وإذا كما تفضلت إذا أنا لست قريب منه لن أستطيع لا أفهم لا سلوك ولا مشاعر ولا دوافع فماذا يفعل كثير من الخطباء يفعله أقول لك قصة لطيفة أذكر لما كنت أنا في التجنيد الإلزامي بالجيش وكنا شباب جامعيين كلنا وكنا دفعتنا ثمانية وسبعين واحد فينا اثنين متزوجين فالجزء من منهجنا في الكلية أنه يجيبون لنا خطيب ولا داعية يعمل لنا دروس دينية نعم فجاءنا هذا الخطيب أول درس فالدرس يدور حول أحكام الطلاق طيب إيش علاقته فينا هذا أنا ما تزوجنا لسه يبيل أحكام الطلاق طيب إذا هذا الأخ حضر درس من راسه بدون معرفة الجمهور ولا احتياجاته ولا حتى يعني ما عني طيب أنت لما تقعد تعطيني أحكام الطلاق لا أنا مش محتاجها وإن شاء الله ما نحتاجها أبدا زائد أن أنت لم تغير فيها شيء صحيح فأنا بعد الدرس مسكت الشيخ قلت لشيخنا هؤلاء الشباب معظمهم لا يصلي حاجتهم لشيء آخر مش أحكام الطلاق فجزاء الله خير استجاب والله ما تتخيل أن دروسة التي بعدها كم كان أثرها في الشباب فإذن إحنا حقيقة نحتاج أن نوجه المربين والدعاة والخطباء بالذات أن يفهموا المعادلة هذه حتى المليون خطبة هذه يصبح لها أثر وتساهم في نهضة أمة وليس تأديات واجب ونروح بس نقعد لنا نص ساعة ومع السلامة وليس لها أثر في حياتنا إذن المهاجية فضل الدكتور تغيير القناعات الاهتمامات المهارات العلاقات القدوات ربما الوقت لن يستطيع تغطيط كل هذه الأشياء لكن نبدأ بالأهم والشكل الرئيسي أو النقطة الرئيسية وهي تغيير القناعات كيف يمكن للداعية أو للمربي أو للأب والأم أن يعمل على تغيير قناعات أبنائه أو من يدعوه جميل طيب أول شيخ لأننا نفهم ما هي القناعات القناعات تستطيع ألخصها بخمسة أمور أولا العقيدة التي يتبنىها هذا الإنسان شيء الثاني القيم التي يحملها شيء الثالث ما مدى رسوخ المبادئ وفيه فرق رئيسي بين القيم والمبادئ حتى يعني علميا هذه يسمها values هذه يسمها principles فكثير من الخطباء والدعاة الذي يتكلم عن القيم والمبادئ لا يعرف الفرق أصلا بين القيم والمبادئ وعلى فكرة لا يعرف كثير منهم للأسف حتى الفرق بين القيم والأخلاق وهذه شيء وهذه شيء فيستعملها كأنها مترادفات هذا خلل خلل شديد إذن العقيدة القيم المبادئ أيضا جزء من الأفكار الطموحات ماذا يريد هذا الإنسان والجزء الأخير فهم الحياة كيف يفهم الحياة يعني في بعض الشباب مسيطرة عليه نظرية المؤامرة وأن كل ما يدور حوله هو في تحريك أمريكا واليهود ولا نستطيع الفكاك منها هذا فهم خاطئ لكل الحياة فكل حياته ستبنى على مفاهيم خطأ اللي نسميها قناعات خطأ تخيل نبدأ بالأولى تخيل إنسان عند انحراف في عقيدته وإحنا قاعد نكلم عن أحكام الطلاق يعني في شيء غلط في المعادلة كلها فإذن التغيير الرئيسي الرئيسي الذي يجب أن يمارس من قبل الدعاة هو تغيير هذه الخمس مرة ثانية العقيدة القيم المبادئ الطموحات وفهم الحياة هذه الخمس لازم نتأكد أن أمامنا ما عندهم خلل فيها وإذا فيها أي خلل هذه أهم بكثير من أني أحدث الناس عندنا في أحد المساجد كنت أحضر فيه خطبة الجمعة خمستعشر خطبة خمستعشر خطبة عن علامات الساعة الكبرى وكل درس يكملها طيب سؤال ماذا سيتغير في هذا الإنسان لما يعرف كل هذه العلامات أنا ما عندي مانع أنه يعني درس واحد نعطيه خلاصة العلامات لكن خمستعشر خطبة كلها على هذا أنت كخطيب مهتم بهذا الموضوع بس هل هذا يهم الجمهور أنت كخطيب تعتقد أنه موضوع حام لكن ماذا سيغير في الجمهور هذا الخلل الرئيسي ركزوا على تغيير القناعات بعدين اهتموا بالاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات فهذه هي الفلسفة الرئيسية التي أدعو إليها طيب فضل الدكتور حرك قلت في قناعات العقيدة والقيم والمبادئ والطموحات وفهم الحياة وقلت أن هناك اختلاف كبير بين القيم والمبادئ لو توضح لنا هذا الاختلاف ضد الدكتور صحيح تمام المبادئ هي قيم لكنها قيم ثابتة تتجاوز الزمان والمكان مثال الصدق هذه قيمة في الشرق في الغرب في القديم في الحديث إذن هذه قيمة لا تتغير ولا تتأثر بالزمان والمكان ولا تتأثر باختيار الإنسان يعني أنا أتبناها ولا ما أتبناها ما لا علاقة هذه مبدأ من المبادئ فإذن ما هي القيم ما هي المبادئ هي القيم الثابتة التي تتجاوز الزمان والمكان والأشخاص فهي مبدأ يقوم عليه كل شيء العدل مبدأ الرحمة مبدأ هذه مبادئ كبرى لكن أنا والله شخص أؤمن بالشفافية هذه قيمة شفافية يعني ما عندي أسرار فأنا سأعيش حياتي بدون أسرار هذا هذه ليست مبدأ في بعض الناس يميل إلى الأسرار هذا إذن القيم هي اختيار شخصي بينما المبادئ تتجاوز الأشخاص لأنها صحيحة حتى لو جاء واحد قال أنا لا أؤمن بالصدق لا سيضحك الناس لأنه لا يؤمن بمبدأ لكن واحد يعتقد أنه لازم نكون شفافين وما عندنا أسرار هذه قضية يختلف عليها الناس فالقيم هي اختيارات شخصية أما المبادئ فهي اختيارات اتفق عليها البشر على فكرة يعني من ما قبل التاريخ من ما قبل الميلاد متفق عليها وما زال اليوم متفق عليها فهي لها اسم عالم يعني لها اسم رئيسي عندنا في هذا العلم نسميها Universal Values القيم العالمية هي صحيحة في كل العالم وفي كل زمان سواء آمن بها إنسان أو لم يؤمن هذه مشكلتها لكن هذه يجب أن يتبناها كل الناس فهذا الفرق الرئيسي بين القيم والمبادئ طيب يا دكتور هذه القناعات ما هي الوسائل لتغييرها يعني إذا كان هذه القناعات بهذه الطريقة العقيدة والقيم والمبادئ واضحة في أذهان الأباء والأمهات والدعاء والعلماء ما هي الوسائل للتغيير جميل جميل خلينا نرسم المعادلة كذا في رأسنا عشانا أغير السلوك لازم أغير المشاعر عشان أغير المشاعر لازم أغير القناعات أو الأفكار لا ما الذي يغير القناعات أو إن شئنا نفكر بطريقة أخرى من أين تتشكل القناعات لأن إذا عرفنا من أين تتشكل وغيرنا المصدر نستطيع أن نغيرها القناعات تأتي من مصدرين رئيسيين تأتي من الداخل وتأتي من الخارج خلينا نبدأ بالخارج من الذي يشكل قيم الإنسان من الذي يشكل القيم عند الإنسان من الذي يشكل العقيدة عند الإنسان القيم فهم الحياة طموحات من الذي يشكل هذه القناعات عند الإنسان المعادلة هي كالتالي للأسف كثير من الناس لا يعرفها ولذلك لا يعرف يديرها في بداية عمر الإنسان إلى عشر سنوات حتى في الغرب الذي يشكل قناعات الإنسان هي الأسرة وذلك الأسرة التي لا تربي وتزرع القناعات في الصغر تقول خليه لما يكبر يتعلم الأسرة عندها خلل لأنه لما يكبر يصعب تغييرها القناعات والشخصية والعقيدة والقيم تزرع في أول عشر سنوات وعلى فكرة بالضبط أهم فترة هي ما بين سنتين وست سنوات هذه هي السن الخطيرة في تشكيل القناعات لما يكبر الولد ولا البنت من 11 لأربعة عشر سنة يصبح المؤثر الأكبر هو المدرسة المدرسة والمدرسين ولذلك المدرسين ومدرسات في هذا العمر هم قدوات بالنسبة لهؤلاء الأولاد هم ينظرون لهم بالتسليم فعندهم فرصة هائلة لتشكيل هذه القناعات من 15 سنة إلى 18 سنة تتحول المعادلة فيصبح الأصحاب هم الأكبر أثرا بعدين من 19 سنة إلى 25 سنة يصبح الإعلام هذا شغلكم الرئيسي هو المغير الرئيسي لهذه الأعمار فالإعلام لا يؤثر بشكل مباشر على هؤلاء وإن كان له تأثير لكن تأثيرها الأكبر هو على هذا أكبر من 25 سنة في الغالب القناعات لا تتغير على فكرة معظم الناس لا تتغير قناعاتهم بعد 25 سنة تتغير في حالة واحدة وهو أن يأتي لهذا الشخص شخص يفرق عنه فارق كبير في العلم والتأثير والتربية عندها مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع الصعابة هذا الفارق الهائل ممكن يغير الإنسان لفوق 25 سنة لكن الخطيب العادي لحظة الآن خلينا نرجع للخطابة الخطيب العادي قاعد يخاطب معظم الجمهور من معظم الجمهور تشكلت قناعات مخلصة معظمهم 25 سنة وفوق ولذلك هو وهي الذين يعملوا دروس دعوة وتربية وكذا عندهم مشكلة كبيرة لأن ليس لهم دور رئيسي في تغيير هذه القناعات إذن هذا المصدر الخارجي عندها نحتاج مصدر داخلي وهذا الذي أيضا ممكن نشتغل عليه بعمق المصدر الداخلي الرئيسي الرئيسي الذي يشكل قناعات الإنسان هو استعمال علم المنطق وهذا علم المنطق ممكن يتعلم الإنسان من المدرسة ممكن يتعلم من عالم يوجه ويتسلسل به بالأدلة وممكن هذا الإنسان يتعلمه وحدا على فكرة فإذن أنا شخصيا أعتقد أن الخطيب والداعية الذي عنده علم كثير لكن ما يعرف علم المنطق ولا يعرف كيف يغير قناعة الإنسان باستعمال الأدلة أنت قاعد تشتغل مع من؟ مع ناس معظمهم تشكلت قناعاتهم وتريد أن تغيرهم بالعلم بالمعلومات المعلومات لا تغير الإنسان الذي يغير الإنسان هو الأدلة المنطقية هذا الذي يغير الإنسان على فكرة هناك حديث كثيرة كيف النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب وأثر حتى في قادة قبائل لأنه استعمل معهم علم المنطق بارك الله فيك دكتور طارق معي عدد من الاتصالات سنأخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار الطيب حتى نستو في معظم هذا الموضوع معي الأخي محمد من أثيوبيا اتفضل الأخي محمد أهلا بك أخي محمد تفضل أولا معهد الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ الكبير محمود صندي رحمة الله وعلى علمكم نحن صلينا صلاة الغايد في صلاة الجمعة بارك الله فيك للشيخ الكبير ونشكر قناة الجزيرة مباشرة وبناء برنامج آيام الله بارك الله بإستغاثاته أستاذ دكتور بارك سيدان نحن محبين إثبات بارك الله فيك وأقول لأهدقائي لو ما قدرت أن أشارك في تدريب الأستاذ الآن بدأت ألاقي مباشرة يعني الشكر للقناة الجزيرة وبرنامج آيام الله الله يكرمك بارك الله فيك أخي محمد بارك الله فيك سؤالي أضل أنا رئيس رجنة المدرسة في إيتوبيا اسمها مدرسة أبادر نعم والسؤال كيف نوجه للتلاميذ يعني عمليا إلى دعوة إلى الله أو إلى الدين لو في وسائل الأستاذ أنصحنا بها نعم والسؤال الثاني في أي صفوف الطلاب يعني المدرسة ابتدائية أم إعدادية أم ثانوية من الروضة إلى الثانوي من الروضة إلى السنوي نعم إلى حاسفول نعم وضع سؤالي الثاني هو من قبل كنت أشارك في هذا البرنامج بارك الله كنت سألت أن تحلنا فرصة لاتصال مع الأستاذ لأنه عنده صبر كبير في بناء المدارس نعم إن شاء الله بإذن الله ونسأل الدكتور أن يطح لنا فرصة التواصل معه إن شاء الله الرغبة وصلت للدكتور طارق وإن شاء الله بإذن الله نبلغ هذا الأمر أشكرك أخي محمد من أثيوبيا شكرا جزيلا مع اتصال منتقى من أغند عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك أخي منتقى أصوط غير واضح لكن حاول للأسف الصوت غير واضح أخي منتقى يبدو هناك مشكلة في المصدر عندك يعني لو نعيد الإتصال مرة أخرى نكون شاكري لك معي اتصال أخ أحمد من السودان فضل أخي أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل كمقدمة للسؤال يعني الإسلام ده لم ينتشر بالعبادات والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ضادع نادم غار حرا وعبادة لم يتغير المشهد في مكة أول من بدأ الدعوة شاء نور الإسلام وعندما هاجل للمدين المنور وبرد دولة الحديثة بالغط عصرنا هذا أول خطاب الدعوي انتشرت الدعوة للفاق العالم والإسلامي هذا يقودنا لأن الدعوة هي محور وعص الرمح في عزة وتطور الدول الإسلامية الدول الإسلامية ولكن لكل عشب عندنا عناصر الغوة صندوق غوة خطاب شابك من ربنا انت حجل ومطق صيام خطاب شابك خطاب خطاب الصوت من تقطع أمريكا أوروبا خطط للمغوب دعار في دين كان شو دعم هو ما موجود أنه الصوت يتقطع لكن في مقدمتك للسؤال أخ أحمد لو سمعني في مقدمتك أخ أحمد بس لو سمعني قلت في مقدمتك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة طور خطاب الدعوي هذا الأمر صعب أن نبي صلى الله عليه وسلم لولا مكة مكانة المدينة لولا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان انتشاره في المدينة ففكرة النبي صلى الله عليه وسلم طور خطابه وغير خطابه هذا لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول وله خطاب وله أدوات وله طرق وله منهج تعامل معه فضل أخ أحمد أكمل سؤالك طيب أخنا أحمد يبدو أنه لم يعجبني تعليق يعني لكن واجب التعليق أكبر بكثير من أن يعني تشوبه شائبة حتى يعني ربما يكون لم يقصد أخونا أحمد هذا الأمر لكن أنا شعرت بهذا الأمر فكان ينبغي أن أرد حتى لو لم كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وطور أسلوب دعوته في المدينة طيب بالعودة لك فضيلة الدكتور طارق نبدأ لو يعني نبدأ من أخونا يعني أخونا محمد من أثيوبية هو رئيس لجنة مدرسة من الروضة إلى الثانوية وكان يسأل عن كيف نوجه الطلاب ونعمل على تغيير القناعات ما الوسائل حياك الله وحيا الله أستاذ محمد من أثيوبية والمشاهدين الكرام يعني أنا أسست وأدرت مجموعة من المدارس على فكرة ما زلت يعني وأذكر أني لما كنت قابل للمدرسين أسأله ماذا السؤال أقول لك كيف ستؤثر في فصلك وكيف ستجعل أبناء الفصل هذا يحب هذه المادة التي تدرسها فكثير منهم يخطئ يقول والله هستعمل باور بوينت وستعمل كذا طبيعي هذه نسميها أدوات هذه ليست الوسيلة الرئيسية الرئيسية التي تستطيع أن تغير بها هؤلاء في هذه الأعمار هي أن يحبوك إذا أحبوك أحب مادتك إذا أحبوك أحب منهجك إذا أحبوك أحب فكرك فداعية يعطيهم العلم العميق بالأدلة والبراهين لكن وهو وجه معبس ما رأي أحبوك فأنا أعتقد أن هذه العلاقة الشخصية والمحبة هي المصدر الرئيسي بعد ذلك الأدوات كثيرة تستعمل سوشال ميديا معهم تستعمل تكنولوجيا تستعمل عندنا مئات بلا مبالغة مئات الوسائل التي نسميها أدوات لكن المصدر الرئيسي هي أن تمارس الخمس أمور وتجعلهم يحبوك فهذا إجابتي السريعة على هذا نعم بارك الله هو سهل أيضا على فكرة عن قضية تطوير المدارس صحيح هذا موضوع آخر وممكن إن شاء الله يوم الأيام إذا تحبوا نخصص له بجلسة لكن تطوير أي مدرسة يعتمد على تطوير 12 عنصر رئيسي بس هذا موضوع طويل نعتذر عنه بارك الله فيك دكتور لو عدنا للفكرة التغيير وحرك قلت بعض العناصر العناصر الأساس هو القناعات وطفنا بها بعض الشيء يعني لو انتقلنا إلى العنصر الآخر وهي الاهتمامات كيف نغير الاهتمام فضل دكتور طيب أنا بس أريد أعلق على الأخ أحمد الحقيقة وهو طرح شيء يعني يمكن فهم خطأ لكنه طرح شيء عميق نعم الرسول صلى الله عليه وسلم غير خطابه من المدينة إلى مكة وهو ليس تطوير للخطاب مثل ما تفضلت أستاذ مجاهد هو ليس تطوير الخطاب هو غير خطابه ليش لأن الجمهور تغير في مكة من هم الجمهور اللي كان يخاطبهم كان يخاطب مشركين عدد المسلمين الذين أسلموا في كل الفترة المكية هو مئة وخمسين واحد فقط آلاف كانوا في مكة غير مسلمين الآن لما انتقل إلى المدينة هو يخاطب من هو يخاطب مسلمين فتغير الخطاب طبعا تغير الخطاب هو ما يمكن كلمة تطوير الخطاب هي التي فهمت خطأ هي تغيير الخطاب وهذا منهج أسعيل تفضل به الأستاذ أحمد وهو أننا يجب أن نغير خطابنا حسب نوعية الجمهور اللي أمامنا ما يصير أسافر إلى أمريكا وخاطب المسلمين اللي هناك مثل ما أخاطب النصارى اللي هناك ما يصير هذا داعية خطأ الذي يمارس مثل هذا الإسلوب وهو أشار إشارة سريعة إلى مسألة رئيسية بس ما صار فرصة أنه يكمل وهو أن الدولة هي أكبر داعية إذا تشكل الدولة تحمل عقيدة تحمل قناعات صحيحة هذا هو أقوى أساليب الدعوة لأن الدعوة هنا ستتحول ليس فقط إلى كلام وإنما ستتحول إلى مشاريع وإنجازات وتلبية احتياجات الناس وخاصة إذا صار الدولة متطورة وينظر إليها عندها سيدخل الناس في دين الله أفواجه فكلامه صحيح نرجع لسؤالك الله يحفظك وهو الاهتمامات كيف نطور ونغير الاهتمامات خلينا نفهم الاهتمامات أول ما هي ما هي الاهتمامات يقولون همك ما أهمك الاهتمامات هي ما يشغل ذهن الإنسان كيف أعرف ماذا يشغل ذهن هذا الشاب أو هذا الفتاة بسط لكم هذا علم عميق لكن قادة حاول بسطه بشكل كبير بحيث تستطيع الأم في البيت تعمله ويستطيع الخطيب والداعية أن يمارسه كيف نعرف اهتمامات الناس علامة بسيطة جدا لا تراقبوهم وهم أمامكم نعم وإنما راقبوهم لما يكون عندهم وقت فراغ الإنسان تظهر اهتماماته في أوقات الفراغ لما يصير بالليل ما عنده شيء لما يصير العطلة في الويكند لما يصير العطلة صيفية كيف يشغل وقت فراغ إذا يشغل وقت فراغ بالكرة ولا بالمعاكسات هذه اهتماماته فالاهتمامات لا تظهر في أوقات الانشغال ولا تظهر أمام الخطيب وهو قاعد يكلم خطبة جمعة ولا درس ديني ما تظهر تظهر لما يكونوا فارغي إذا عرفنا هذه المسألة الآن عندنا قانون رئيسي هو إجابة سؤالك كيف تغير الاهتمامات تغير الاهتمامات باستبدالها باهتمامات ليس بإلغاءها أعيد ما يمكن نلغي الاهتمامات أقول له أقول له لا تعاكس لا تهتم بالكرة وأعطيه خطبة وأظن أني سويت اللي عليه لا تغيير الاهتمامات هو باستبدالها باهتمامات أخرى فبدل ما أقول له لا تنشغل بهذا أقوم أشغل بشيء آخر فمثلا يشارك في مخيم بعد في صوت قاعد يظهر عندي فأشغل بمخيم تربوي ولا أشغل بدورات مهارات ولا أشغل بتربية قيادية وأشغل بشيطاني أشغل بأني أبرز قدرات على الإعلام ولا الخطاب أشغل بشيء آخر إذا لم تشغلوا الشباب وحتى الأطفال على فكرة إذا لم تشغلوهم سينشغلوا باهتماماتهم اللي الكثير منها للأسف هي هامشية فهذا الذي نريد أن نغيره وهكذا نغير الاهتمامات طبعا دكتور في هذا الإطار يعني فيه أسئلة وردت كثيرة في هذا الإطار يمكن أن نأخذ من هذه الأسئلة سؤال بدون قطع الصوت حضرك تجيب علي أنا ما أسمع شي الآن تسمعني الآن تسمعني فضل الدكتور هل الصوت واصل لحركاتي يا دكتور ممكن حد من الإدارة يشوف طيب على أن يعود أو تعود يبدو أن هناك مشكلة في الصوت على أن تعود نحن نتحدث الآن مع فضل الدكتور طارق سويدان على منهجية الدعوة يا الله عز وجل وهو تحدث على أن المنهجية يبدو لها من تخطيط يتعلق بالجمهور المستهدف الذي يريد أن يقوم الداعية أو الأب أو الأم بتغييره وتحدث أن هناك خطوات أساسية لابد من تغيير القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات والقدوات وتحدثنا سريعا عن تغيير القناعات ونحن الآن في الحديث عن تغيير الاهتمامات وتفضل الدكتور بالحديث على أن تغيير الاهتمامات باستبدال الاهتمام السلبي أو السيء باهتمام آخر وليس الوقوف على الوعظ طيب معنا اتصال أخونا عمر من السودان تفضل فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في الحقيقة الشكر عليكم جزيلا للقناة ودكتور طارق السودان وأشكره شكرا جزيلا الحقيقة بس أنا عندي تعليق بسيط أنه بالنسبة لتغيير العقيدة وتغيير القناعات بالنسبة للشباب أنا بأفتكر أنه يعني أيام دي طبعا بنشلو في انحرافات وسط الشباب انحرافات يعني غير جميلة سوى كان من ناحية الاحاس أو الاتجاه للعنف وكذا فأنا بأفتكر أنه الخطاب الديني إذا وجه إلى الدين الإسلامي الذي جاء به محمد وإذا كان الخطاب الديني مستوحى من الدين الخيم وإبعاد الثراثة الإسلامية من كل الشوايب العلقت به من أشياء متسوسة وغير منطقية أنا أفتكر أنه سيكون بيت القصيد في تخويم الشباب وشكرا جزيلا أشكرك عمر بن السودان شكرا جزيلا لك عاد علينا عاد علينا الدكتور طارق مرة أخرى وكنت أريد أن أسألك فضل الدكتور عن موضوع الاهتمامات لكن معنا سؤال عمر أو مدخلة عمر يتحدث على أن الآن أشباب يعاني من انحرافات سواء من الإلحاد أو توجه إلى العنف أو غيره ويقول أن فكرة أن التركيز على أن يكون الخطاب الإسلامي سليما بعيدا عن الشوائب عن كل ما يتعلق به ربما يكون هذا السبيل هو لتغيير هذه القناعة ما ردكم فضل الدكتور بارك الله فيه صحيح كلام أستاذ عمر صحيح جدا بارك الله فيه لكن خلينا نفهمها شوية يعني بمنهجية أعمق أولا أريد أن أؤكد يعني بحكم أني محتك بالشباب احتكاك شديد جدا ومن أنحاء العالم لا توجد ظاهرة إلحاد لا توجد نحن عندنا معادلة لما نقول ظاهرة في نامنا لما نقول ظاهرة يعني أقل شيء 10% من هذه الفئة لا يوجد حتى 1% من أمتنا يعني لا تسيء الظن بشبابكم نعم يوجد البعض لكن هؤلاء البعض الذين عندهم فكرة شادة وأحيانا صوتهم عالي يركز عليهم الإعلام وتركز عليهم السوشال ميديا فيظن الناس أن هذه ظاهرة هي ليست ظاهرة بالتأكيد نفس الشيء على فكرة يعني على خلع الحجاب هي ليست ظاهرة نوجود نعم لكن ليست ظاهرة وإذا حاولنا ننظر إلى المعادلة يعني الذين يلتزموا بالعقيدة السليمة وبالسلوك السليم بالمقارنة مع الذين ينحرفوا لا يوجد مقارنة هؤلاء الصالحون يزدادوا درجات واضعاف هؤلاء يزدادوا لكنها بدرجات قليلة لكن مرة أخرى مثيرة لذلك بعض الناس يعني انشغلوا بهم وظنوا أنها ظاهرة عامة فأنا وأكد أولا أنها ليست ظاهرة عامة ونفس الشيء على فكرة يعني في أمتنا على الأقل ظاهرة المثلية وأمثالها نعم موجودة وما نخب عيوننا لكن ليست ظاهرة يعني لم تصل حتى إلى واحد بالمية داهيكم عن عشر بالمية هذا أول شيء شيء الثاني وهذا فيه تركيز على إجابة أستاذ عمر نعم عندما أريد أن أغير قناعة الإنسان وعقيدة الإنسان هو ركز على مسألة رئيسية جدا وهي تصفية الشوائب ما يصير أعرض عقيدة فيها انحراف أو قناعات فيها انحراف هذا صحيح لكن فيه أحب أضيف على كلام إضافة رئيسية جدا يجب أن نحدد اللي أمامنا أين وصل يعني أنا إذا شخص هذا مستواه في العقيدة وفي القناعات وفي الفهم وأنا أريد أن نوصل إلى هنا هذا يختلف تماما عن شخص في هذا المستوى فإذن سواء الأب ولا الأم ولا الداعية ولا المدرس الذي يريد فعلا فعلا أن يؤثر يجب أن يفهم اللي أمامه أين وصل أين وصل بمعنى ما هو الصواب الذي عنده والصواب خلصنا منا انتهينا فما هو الخلل الذي عنده أو ما هو النقص الذي عنده فنشتغل عليه للأسف اللي قاعد يصير ليس هذا اللي قاعد يصير أن الداعية ولا الخطيب ولا كذا يكلم كل الناس كأنهم نفس المستوى طبعا هذا في الخطاب العامة ممكن لكن لما نحتك احتكاك مباشر في التدريس ولا في التوجيه ولا في التربية يجب أن نحدد من أين نبدأ ونقارن الناس وبناء عليها أن نعطيهم ما يحتاجه حسب الذي وصلوا إليه نعم بارك الله فيك دكتور طارق على هذا التوضيح وبنعتزل منك أن وقت الحلقة انتهى لوجود أشياء أخرى مباشرة سنتقل إليها أشكرك فضيلة دكتور طارق السودان على وجودك معنا وإن شاء الله نستكمل حلقة أخرى عن هذا الأمر باستمرار الاهتمام والمهارات والعلاقات والقدمات شكرا جزيلا لك فضيلة دكتور طارق السودان وكل الناس تولد ثم تفنى ووحدك أنت ميلاد الحياة وكل الناس تذكر ثم تنسى وذكرك أنت باق في الصلاة تردده المآذن كل وقت وينبض بالقلوب إلى الممات وقد تعل المكارم قدر قوم ويعلو فيك قدر المكرمات اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم كما نشكركم مشاهدين الكرام إلى أن ننتقي يوم الجمعة المقبل لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر